بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ويقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار سيدنا عمر رضي الله عنه رأى امرأة مجدومة مع الحجاج فقال لها ما أخرجك وأنت هكذا فقالت أريد الحج قال أرجعي إلى بيتك فرجعها لما توفي سيدنا عمر رضي الله عنه قالوا لها أن الذي قد منعك من الحج قد مات قالت والله لا أعصيه حيا ولا ميتا ففهم سيدنا عمر من النصوص الشرعية أن الإذاء الآخرين حرام لا يجوز يا أخي الله من طالبك ما يصير أنت بيك مرض كورونا أو أي مرض يقول الأطباء أنه يسري يسري إلى الآخرين لا يجوز لك أن تجتمع مع الناس لا في صلاة ولا في ازدحام ولا في فاتحة ولا في عرس ولا في حفلة ابتعد احتمي احمي نفسك واحمي الآخرين والله يشفينا ويشفيكم